وزير الصناعة والتجارة والسياحة وزير الصناعة والسياح 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 في رابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية إن الصادرات الألمانية إلى إيران انخفضت بنسبة 50% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري مع ازدياد حدة الضغوط الاقتصادية على طهران مضيفاً أنه من بين 120 شركة ألمانية كانت ناشطة في إيران لا يزال هناك 60 شركة فقط في البلاد بدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائلاً جداً من توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قريباً على الرغم من الصعوبات التي تواجهها المفاوضات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وقال ترامب أنه يعتقد بأنه خلال بعض الوقت ستبرم الصين والولايات المتحدة اتفاقاً تجارياً رائعاً وأنه ينتظر هذه اللحظة بحماس وذلك بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس